اكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وتعاون وثيق وأشار سموه إلى ما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حافظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في إطار ترأسه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح أمير دولة ممثل أمير دولة الكويت الشقيقة ولي العهد حيث أشهد سموه بما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين ودولة الكويت من تطور وتقدم في كافة المجالات ولفت سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر التعاون الثنائي والدفع بالشراكات الاستراتيجية الفاعلة نحو أفاق أكثر شمولا بما يعود بالخير والنماء على البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث تعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك بين البلدين على كافة المستويات ومناقشة المواضيع محل الاهتمام المشترك